اوكلات من الجهات في مطبخ الحياة عسلام ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين اللي تبعوا فينا على التسعين فاصلاتة إذاعة القيروان للصحة اوكلات من الجهات باش يحط الرحالة متاعه اليوم في مدينة تعرفت بخليجها الكبير وجمعت مبيل البحر الوحات والصحراء اتأست علي دين الفينيقيين وورثها عليها القرطاجين وطويلة لايام وسنين وحطوا عليها الرومان اللي دين وتعرفت باسم تكبي مدينة اللاجمة من عروق نخل بارد وبنين كيف تمر المعسل وعزها دقلة النور في الدنيا تعشقت ومكانها واضح على طاولة سيدي رمضان الفضيل وفي سوق جارة بالمدينة العربي أحوان تصنع التقليدية ترحب بالزيرين وحط المظلة الجابسية على الراس وانصح حرارة التقص والشمس القوية الحنة الفاوحة زي نيدين العروسة الجابسية جابس مدينة الصوفية العيساوية الرحمانية والعزوزية في مقام سيدي بولبابة محبوب الجوابسية واليوم من بلاد العزة والكرامة ذوقوا أبن طبخة من نيدين الجابسية لبنينة وبالطبيعة مع مدام راقية المرابط باش تسهلنا الرسات متاع اليومة اللي هي جيتنا من مدينة جابس عسلام مدام راق أهلا بيك أروا شو ما حويلك والله الحمد لله منورة مدام راق عيشك انت زيدة منورة اليومة جابس جابس اليوم جابس وهو شنو حاجة هكا سبيسيال في جابس هكا تميزها عندها نكهة خاصة فيها البركوكش عطريقة الجابسية زيدة عندهم هريست لوزف كوسكسي بلوزف ومسفوف بالرمان نرجع تول للبركوكش يلي هو سبيسيال على البركوكش مش كما البركوكش اللي نطيبوه الكل ها فقطك البركوكش هذي ها اروع راهو مش البركوكش المحمسة قالي لنا نقول واحنا بركوكش هاالمحمسة الجيرية متاعنا فانتك الفاشر هذي بركوكش يخذو الكوسي الخشين بالكل اخشن كوسكسي يخذوه ويحطولو مغير فتين ملح مغير فتين فارينة حكوه بالفارينة كالكوسكسي ويصبو هو الكوسكسي اللي خشين الباكويت الباكويت باللول يشدو المي يصبو له ابي بخيف فنجي المي اكل كوسكسي الباكويت الخشين يحكوه بالمي وتبدأ يحطولو مغرفتين فارينة خلطو يخلطو حتى المي والفارينة يشربهم اكل كوسكسي الكل بعد يعودو نفس العملي يحطو يصبو المي ويحطو مغرفتين فارينة يعودو يحكوه هذي المرة الثانية والمرة الثالثة نفس الشاي والمرة الرابعة نفس الشاي شنو باش الفارينة دي كتكبش في الكوسكسي اذا ما تولي معناه الكابل تولي كيلبر كوكش وهذيك يولي كوسكسي يقول كوسكسي تري كوسكسي تري هذيك يسميو كوسكسي تري شو معناها تبرك الله كيفاش العباد تخمم واش تعمل معناها والله معناها حاجة ربعة حاجة حاجة يصر تعجبني ما كتب دا واحدة صنافو مكدية دي ما تحاول تختار هكا تختار عديزة ستيسو جدود كل مرة ما ترضى شي معناها باللي موجود معناه تشري كوسكسي مش شارح وتردو كوسكسي تري بالفارينة والمي تخدمهم قتلك اربع مرات حطهم على جيها هذوكا يقعد يشربك المي والفارينة كتخفوها فهمتني فنجا المي مغارتين فارينة وتحكم فنجا المي مغارتين فارينة تحكم جوزكا كتخفوها دخلي هذوكا قلقي تنفخو يولي كوسكسي تري اكل حبه اللولانية بتاع الكوسكسي الخشين هذوك رطوش بالفارينة والمي وتزيد تكعب وزيد تلمت ولي كي كعبت البركوكش هو وقتها سميه كوسكسي بركوكش عما هو كوسكسي هو تري هذوكا هو شي فيه الاسيوس متاح تاخذ المقفول متاعك تحط فيه البصل وكعبتين مقسوسين تري وتحط له القديد وتحط له العدس وحط له الحلبة الحلبة فما الحلبة ريتي طيب والفل جيبس الكوسكسي بالحلبة وحطوله الحمص والفلفل الشيح والسفنيريا وحطوله الكرق والملح والفلفل زينة وخلطوها كيكا وبك الزيت بتاعلي القديد وكل شي يوطيو عليه وحطوا مغرفتين تماتم عبين تماتم نجمة نجمة وحطوله مغرفتين هروس يخلطوها كيكا هما دجا في قابس مغرومين بالهروس على الخبر دجا يقولك الهروس متاع قابس هما دجا يطيبوكين بالهروس اي ماكلة يطيبوها بالهروس دجا يبدع معاولين منو هما معاولين منو يحطوا برشة الهروس وعند هذيك يكلو الحار يكلو الحار والهروس مو حار وبالسريعة يكلو الحار ويتبنن الماكلة ومكلتهم حمرة ووقف على زيتها كل بلاده كيفش كل بلاد ورطالها قتلك اروه مبعد هذيك يحطوا يطيبوه وهزو كل يمركوه بالمسخون ويقعد يغلي وقتله يبدأ يغلي يهزو كل الكسك اللي احنا دجا رقلناه وعملناه بالفرينة كتخفا يحطوه يفور اي حطوه يفور ومبعد هذيك هو كسكسيها ويسقيوه وذيك الكسكسي البركوكش متاح بالكسكسي تري يخدموه يشريو الكسكسي شارع الياب الخشير ويردوه كسكسي تري ويحطولو الحلبة والعدس والفلفلزينة والهروس وصاب بنين بنين وكسكسي تري بالقديد احنا انا عملوه زيدا محنا نكسكسوا ملوه الجديد معناه ناخدوا السميد والفرينة ونكسكس هما يشريوه وسهلوا علينا يشريو الكسكسي الحاضر ويخدموه ويخدموه كسكسي تري وذيك هو البركوكش القبس ايه معنيها قبس توا عندهم حاجه زيدا سبيسيال احنا قلنا مهم يكلوا برشا حار ويكلوا عندهم الهريسة بلوزف عندهم هريسة بلوزف يكلوها برشا دجاه يكلوها برشا يعملوها يشيخوا عليها يعملوها وما يصبوا فوقها زيتونة وقت الزيت ويعملوا عليها كيف حاجة بنينة برشا دي ما تحسها في الطاولة متاحه هم دي هريسة متاع الوزف دجاه هي مهينشي صعيبة برشا هو عندهم الوزف برشا عندهم عندهم الوزف برشا يستعملو الوزف الشيح الشيح يبدأ انتي كتمشي للسوق متاع بس تلقاه في شكايرك الكبار هذو كيبدأ كمانيا دي كيس دوزف فهمتني اخذ الوزف يعرجوه فوق القليه يعرجوه يعرجوه هكا شوي فوق القليه وبعد يحطوه علي جيه بيانسور مخصول نظيف وكل شيء يعرجوه في القليه بليش زيت في التفال يعرجوه حتى لناك تحسو يبشمت هكا شوي يخذو التماطم يقصوها ان كوب يعرجوها زيدا في القليه ويخذو ثوم كعب يعرجوهم في القليه دي ما بليش زيت بلي حتى شيء ويخذو الفلفل يقصوه زيدا القرن على اربعة ويعرجوه في القليه كيف الي هكا يترخاء يخذوهم هدوما الكل يغزرولهم بعد بشي يخذو بعد يخذو المهريس المهريس يخذو المهريس يخذو الفلفل يبدو يهرسوا فيه مش وحده يخذو مكل وزف اذيك يهرسوه معاه باش الفلفل يكبش في كل وزف ويشد روحو وما يتهرسش برشا يتخلط مع الوزف يهرسوه معنا الوزف ما يتحطش كي ما نقوله من فوق لوزف يترخاء يتهرس مع الفلفل ينحيو حطوه فيه فكش قيل بعد يخذو الطماطم يهرسوها مع شوية لوزف بعد ما يتهرسك الطماطم يحطوها فوق الفلفل بعد يخذو الثوم يكملو الوزف بالثوم يهرسوه مع هذيك مع بعض يعني الوزف يتقسم على ثلاث يتهرس مع الفلفل مع الطماطم ومع الثوم ومن بعد هذيك هي الهريسة القبسية بتاعنا بالوزف الهريسة القبسية بالوزف وبعد يحطوها في سحين يخلطوها ما تحطش الملح ما تحط فيها حتى شي كاد ثوم والملح متاع الوزف هو ديجا ملح ديجا الوزف خضروشية ملح 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 ما يستحقش بش نزيدو ملح يتحق شوية يتعمل يتباشم شوية فوق الخليقها وبعد هذيهم الكل يتهرسو تصب لهم الزيت الزيتونه وتحطهم حاجه بنينه برشا حاجه جديده وبنينه بنينه تشري حتى رطي الوزف وجربوها وقت الفلفل وقت التمعتم حاجه بنينه برشا وروع هذي هي الهريسة الهريسة الوزف القبسية الهريسة الوزف القبسية نخرجو طوى فاصله وبعد نرجو لكم في جزء الثاني من اوكلات من الجيهات اوكلات من الجيهات في مطبخ الحياة ورجعنا لكم عزائنا المستعمعين في الجزء الاخراني بتاع اوكلات من الجيهات كنا في الجزء الولاني مع مادام راقيا وراتنا كيفاش نعملو البركوكش اللي هو البركوكش عطريقة القبسية هكا ولا مادام راقيا مش البركوكش العادي بتاعنا وراتنا كيفاش نعملو هريسة بلوزف مش نقضو في الوزف احنا خاطرهم يطيبو بيه برشا مغربين بيه برشا الوزف عندهم يمكن حتى اكثر من ولاية مستير يمكن هريتهم اينا عايسة مغربين بالوزف في جبز عندهم كوسكي بلوزف هم يسميوه المحكك اي يسميوه المحكك ما يقولوش يقولو احنا شنعملو كوسكسي المحكك معناها بلوزف هده كوسكي المحكك بتاعه هو يتعمل بله زف وبله بالشبت 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 اللي هو العرشة كيما العرشة بالشبت يخذوا يخذوا الكوسكسي يحطوا يفوروه مرة مرة بالكديل وبعد يخذوا الشبت والبسبيس يفوروهم واحدهم شوية متخسلوا بعد تفيره ثانية يحطوا الشبت والبسبيس ملوتا يحطوا فوقوا الكوسكس ويحطوا يفور اعلى يروحوا هذك انتخطان شي عملوا يا اروى يقضوا هذك يفور بساعة غير ربع انتخطان يخذوا اروى الزيت يحطوا البصل والكركم والتماتم والفلفل الزينة والملح ويحطوا اللوزف هذي هو حطه اللوزف الشيح وتعمل الوزف الشيح والتماتم طينا ويحطوا الهروس ويقليوهم ويحطوهم يتيبوا هم قاعدين يتيبوا هيك شي يخذوا للطفيره الأخرى اروه يخذوا بعد يحطوا لها اه التابل يحطوا التابل والهروس مرة اخرى فك العرشة الشبت والبس بس خلطوهم ومن بعد يسقيه والكسكس يمتاحهم بك السوس بتاع له زف هذك وتعرف ميزينوش له زف من الفوق يتخلط كله مع بعضه كله مع بعضه الكسكس سميه محكك معناها يتحك في بعضه كسكسي وزف يسميه محكك على خاطر يسقيه الكسكس في وسطه سعب ليش خضره هذي ليش خضره يتباع حطوا تماطم والهروس وكهوه فمتي ولو زف ومن بعد يسقيه كالشبت والبس بيس هذك يخلطوهم من لول في هذك الكل وبعد يصبوا اكل مريقة بتاعنا اكل يفاها لو زف واللفاح وكل شي ويخلطوه مع بعضه ويدخل لو زف في وسطك الكسكسي في وسطك البس بيس كالعرشة وفي وسط التقلية والمرائقة متاعنا وذيك هوا كسكسي هوا متيحه الكسكسي بالو زف اللي هوا متاعجيبس متاعجيبس هذك هوا متيحه بليش خضره وبلش حتيكن بالعرشة احنا نعملو كسكسي بالعرشة احنا نحطو في العرشة متاع البس بيس ونحطو فيها شوية صلق 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 وهريسة وليحب يحط قديد والعصبين غاوي احنا قروين اما هما يعملوها باللوزف واللوزف يتكسر في وسطل وزف والله اذي طريقة معناها حاجة جديدة نجمو نجربوها بنينها معناها اكيد هما مغرومين بها في غابس مش تكون بنينها على الاخر مازلت عنا الطبيخة الطبيخة ايه هما يعملوا طبيخة اروح شنية طبيخة اذي مش طبيخة بطيع للي بالخضره راح شوفت الاسامي تحس نفس الاسم اما قلو لأ مش نفس الحكايرة وجوز تخذيه الاسم مكهو اما طريقة ديفيغان ماشا عتا ايه تقولوا هو مش انطيبوا اه تبيخة قبسية هاي تبيخة القبسية متحم هو تبيخة هو الشعير الشعير يخلطوه باللوبيا والحمص الشعير متاع نعم متحم ريجل وطايب ومحمر وكل شيء فمتني وهذو ما يطيبوها كان في العرس ايه يعملوها كان في العروسه يعملو تبيخة ذي تبيخة قبسية هو الشعير او مش يخذو معاه ايش يحطو يخذو اكل الشعير اذا كان الحومصدوب يحطوه في مقفول بالمي يغلي ايه يقعد يتيب على روحه ينغو مون كاخ يقعد يتيب شيء يخذو بعد ما يتيب يخذو الحم ايه يخذو الحم يفوحوه بالملح والهروس والتماطن في اللاكحل والتيبل والكروية والثوم والهريسة الهروس الوفوحات الكل معناه الكل والكرقب قالي تتصور لي عندك في كوجينتك الكل يدوكا يلزم تبيخ تتيب بيهم هذيكا ومعها الحبت الحلوه يحطو الحبت الحلوه يحطو حاجات فيهم الحلبة وحاجات يحطو فيهم حلبة الحلوه معناه احنا ما نطيبوش يا هكيكا كل واحد وكيفيش طريقة الاستعمال بتعلله فيهم متاح يحطوه بعد كل الحم هذيكا يخلطوه 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 ويصبوه في كل مقفوله اللي هو التبيخ اللي هو الشعير بالحمص واللوبيا وبعد هذيكا تقف هكا على 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 زيتها متبديش جيريا وبعد تتكل بالمغرفة كينها 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 برغل كينها محمسة خاطرة مقرو ناجيريا اما بليش ميجيريا هي تبيخة اسم تبيخة خطرة مطبوخة ممكن ما ناخده الاسم بتاع تبيخة اما تبسية اما تختلف بينصور على تبيخة متاعنا نحنا اللي نعملوها احنا الكل هنعملوها بالخضره يحطو الحم هذي عملوها بالحم ويطيبو ينغموين كعك الشعير والحمص واللوبيا وبعد يفوحو كل الحم بتاعنا بلوفحات الكل واذيكا هي التبيخة متاعنا باي توقع دلنا بينصور حاجة الحلوه ذي اللي يخلو من هالبرنامج لازمنا الحاجة الحلوه يقولو متاعه شوية متاعه صغيرات توقع دين معنا رجعوا يقراه ومعنا كل شي دونك يلزمهم عاجة عروه في جيبس احنا احنا نقولو رمين جيبس معنا مشهورة جيبس مشهورة بالرمين الرمين بتاعهم كل حمر يسر ومفيوش القلب وبنين وقوي وعندو مطعم امبو سبيسيال خاطر الارضة حلوة بتاعهم وعندهم السمش عندهم رمين يسر بنين الاو تعمل مسوف بتاعك كما العادة والعوية بتاعك تحقوه بالزيت وتحطوه يفور يا بتطيفون باعدة بالسكر هما يختلف الزينا بركرة وما رمين بتاعنا كيف максимحي الناس كل هما يعملو يخذوا الشقيلة التبسي بتاعهم عندهم فرحة كيعاملو مسوف بالر 매 يعملو فرشة مسوف وفرشة رمين فرشة مسوف فرشة ، فرشة رمين وبدك هوا رمين المسوف بالرمين بتاعهم يعطيك صحة مادام راقية اليوم المنو ياسر تحفون وياسر طيارة احنا دجا شفنا عملوا البركوكش الجيبسي هريست لوزف كوسكسي بلوزف ومزفوف بالرومانة ذا معناها المنو وطبيخات شعيرة وطبيخة متاع الشعيرة ذا المنو اللي كان متاعنا اليوم في ولاد جيبس شكرا لكم مادام راقية شكرا لكم عزقنا المستمعين اللي كنتوا اتبعوا فينا كامل فريق اوكلات مجيهات يقدم لكم التحك اوكلات من الجهات في مطبخ الحياة